طيب بس في حاجة كمان برضو عايزة اتكلم معاك فيها وهي كمية الاخبار المتعلقة باحتراف لعبة الاهلي يعني شوفنا ده اكيد وسمعناها مع حضراتكم وعايزين برضو يعني نقول ان ما بيعديش يوم او اتنين تقريبا غير ما بنشوف اخبار برضو بنفس السياق ده بتكلم مثلا عايزة بي المثال خلينا نكلم عن ديانج هو مطلوب في الدوري التركي يعني مفروض ان برضو ديانج على تكلم برضو الدوري الالماني عايزه يعني لاعب تقيل لاعب تقيل جدا محمد عبد المنع مطلوب في فرنسا الحضراتكم برضو عندكم معلومة محمد شريف مطلوب برضو في تركيا فلعبة الاهلي عندك ناس بتلعب على مستوى احترافي لفت انظار العالم كله فدي حاجة بتسعدنا اكيد طبعا مش هيمشوا يسيبونا احنا مكملين معنا ولكن فكرة ان انت يجي لك عقود احتراف ده بيأكد قده انت اللعيبة بتوعك تقال فدي حاجة اكيد تسعدنا يعني طبعا وبرضو يعني من الامور اللي شبه سابتة معنا دايما تلاقوا ان بالتحديد لعبة النادي الاهلي وهي اللي عليها النوع ده من الاخبار ودايما بيكون في الوقت ده بصفة خاصة من الموسم كالعادة فكرة ان احنا اللعيبة بتاعتنا يستهلوا اكتر من كده وبكتير كمان احنا كلنا اكيد فخرين جدا بيهم وفرحانين بالعروض الاحترافية واي لعب في النادي الاهلي يقدر يلعب في اي دوري في العالم ويبقى له كمان موجود ويسيب بصمة زي الفل بس مجلس ادارة النادي الاهلي طول عمره بيتعامل مع عروض رسمية وفقط لغير مش مع كلام على موقع ما او تسريبات او اي كلام مرسل ده لان يعني ده النادي الاهلي باختصاره دي منظمته وكلام ده عبر التاريخ الحمد لله لعيبة الفريق وجهاز الفني عندهم من الحنكة والخبرات ما يكفي ان هما يدخلوا نفسهم في حالة من التركيز داخل الفريق لان احنا عندنا زي ما نهاوان ده كانت لسه بتقول من شوية عندنا تحديات كبيرة جدا الفترة اللي جاية محتاجين ان احنا نحقق الانجاز بالفوس بالنجمة الافريقية التالتة على التوالي وكمان نرجع بقى نرجع دوري او درع الدوري لبيته الطبيعي والمنطقي والحقيقة كل يوم مع النادي الاهلي بيحمل دايما خبر جميل ما تأهل النادي الاهلي على فكرة مش بس في الكورة في اي رياضة احنا كل يوم من ايام هذا البرنامج بصفة خاصة تقريبا لازم نتكلم عن نجاح اهلاوي ما بس احنا وشنا حلو والله والله يا رب دايما يا رب هكذا اتمنى هتعد ضيوف لازم جد الحمد لله الحمد لله مهم بايب على نفسنا يا رب يا رب